تقديم رعاية الصحية بصورة متكاملة يعتبر مسئولية تشاركية تسوقها الجهات الطبية بمختلف مواقعها بهدف خدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم بالحصول على رعاية صحية ملائمة تلك الأهداف الأساسية التي يسعى مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الوصول إليها بصورة تشخص الخدمات الصحية المقدمة ومدى توافقها مع المعايير المؤسسية المعتمدة برؤية واضحة في حين حدوث أي مضاعفات أو مشاكل طبية نقدر نرجع ونعرف أنه والله هل اتبعت هذه التعليمات ولا لا هل كانت المؤسسة الطبية والرعاية الطبية والاطباء تتبع المقاييس والمعايير العالمية ومقاييس الاعتمادية خدمات الرعاية الصحية التي تبناها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في حملته التوعوية الأولى تمثلت بستة حقوق تغيب عن معرفة العديد من المرضى بشكل كبير أولها حق الاحترام والذي يتمثل بالتعامل مع المرضى بلطف والحفاظ على كرامتهم تريها الخصوصية المتمثلة بالحفاظ على سرية معلومات المرضى وعدم نشرها وثالثها حق إرشاد مطلق رعاية للمؤسسات الصحية الملائمة لحالته المرضية وضمان بيئة منعة لانتقال العدوى وإيجاد الأدوات الطبية المعاقمة بشكل كامل إلى جانب المشاركة في الرعاية والتي تمكن مطلق العلاج من المشاركة والاطلاع على خطة علاجه وأخيرا المشورة الدوائية والتي تتمثل بتعريف المريض بجميع الأدوية الموصوفة له عملنا دراسات استطلاعية منقيس فيها مستوى وعي الجمهور بحقوقهم كمرضى بأهمية الاعتمدية والجودة بالخدمات الصحية اتفاجأنا أن النسبة كانت قليلة كتير بس 25% من الناس عارف حقوقهم كمرضى بلغ عدد المؤسسات الصحية المعتمدة لدى المجلس 252 مؤسسات رعاية صحية معتمدة منها 27 مستشفى و94 مركزا صحيا و21 وحدة تصوير ثدي ومركزان طبيان بالإضافة إلى ثمانية مختبرات معتمدة سعيا وراء الحصول على الخدمات الصحية المعتمدة يمنح المجلس شهادات الاعتماد الدورية لمؤسسات الرعاية الصحية مراعيا لالتزامها بتطبيق المعايير المتقدمة علميا أهداف رئيسية يسعى إليها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية منذ تأسيسه عام 2007 وعلى رأسها تحقيق التحسينات المطلوبة وتوفير الأنظمة والإجراءات التي يسهل تطبيقها في المستشفيات والتي من شأنها تحسين الرعاية الصحية في الأردن ريف برهومي المملكة عمان ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المجلس معنا في السوديو سلمة الجعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية أهلا وسهلا فيك معنا بصباح المملكة بداية كم تبلغ النسبة للمستشفيات العامة في المملكة الملتزمة بمعايير الجودة يعني تقليباً 50% من المستشفيات وزارة الصحة حالياً معتمدة نعم ونفس النسب تقريباً للقطاع الجيش اللي هو الخدمات الطبية نعم هلأ يعني الـ 50% اللي عم نحكي عنهم يعني خلينا نقول النسبة الأكبر منهم موجودة في العاصمة عمان ولا النسبة منتشرة بمعظم المحافظات موزعين كان في حرص لسيدنا أن يكون في مستشفى حكومي معتمد في كل محافظة وهذه كانت أول مبادرة من سيدنا ليدعم تطوير الجودة وتحسين الخدمات بكافة المؤسسات نعم إذا ما نعمل مقارنة بين أي مركز صحي خاضع لمؤسستكم وبين مركز صحي آخر مش معاكم أو مش ضمن مظلتكم شو الفرق بين التنين أهم الفروقات نحن حياتا صار فيه دراسات كتير مش إحنا عملناها يعني نحن نفتخر لما تطلع النتائج من جهة ثالثة هي عم تنظر بالأشياء نعم اللي عم بتصير فمثلا من الأولا ضبط العدوى شيء مهم جدا بتلاقي كل الأسس ويمكن هاي أشياء المريضة أو المراجع ما بيعرفها بس هذا مهم جدا ما وراء الكواليس ضبط العدوى واستخدام كل الأدوات بطريقة صحيحة وهاي الأشياء الملف المتكامل الملف الطبي المتكامل اللي بساعد على تشخيص الحالة وعلى إحالتها بشكل صحيح أو معالجتها بشكل صحيح نعم كمان الدراسات بينات أنه الوقت اللي بيقضي الطبيب في مع المريض بالمؤسسة أو المركز الصحي المعتمد أكتر من المراكز الصحية غير المعتمدة نعم كيف تقيمه الصروح الطبية اللي عم نحكي عنها والصحية؟ هذا السؤال كتير مهم لأنه التقييم يختلف عن التشييك اللي أنا بسميه تشكلست يعني الواحد يروح بسمعه أشياء بيتأكد بوجودها أو عدم وجود احنا أولاً منطور المعايير بطريقة تكون قابلة للقياس وأعطيكي بس إجزامبل للناس تعرف قديش الكم الهائل من العمل اللي بينحط والأشياء اللي بتنقاس مثلاً بالمستشفيات عندنا 347 معيار فيهم 1200 أداة قابلة للقياس فإحنا لما مندخل على المستشفى منطلع بكل هاي الأشياء بشكل مفصل ومننظر مش فقط لو وجود السياسات والإجراءات اللي بتكون موجودة لا على آلية التطبيق وكيفية التطبيق وعلى فترة زمنية سابقة يعني مش بس اليوم كيف عم بيطبق الموضوع يعني بيكون في لكل مركز ملف معين بشكل دوري بيكون فيه مش بشكل دوري هلأ منطور هاي المعايير بتشارك مع كافة العاملين بالقطاع الصحي الأردني وباستقطاب خبراء من بلدان مختلفة والاعتماد عليها بعد ما نطور المعايير مندرب المقيمين عندنا مقيمين بيشتغلوا مع المجلس مدربين على طريقة القياس بعدين بيجي المؤسسة الصحية بتقول أنا حابب أتقيم بهدف الاعتماد نبعث لهم مقيمين ما في تقييم دوري؟ في تقييم هلأ بياخذوا الاعتماد إذا نجحوا بهذا التقييم الاعتماد مدته سنتين وعلى منتصف المدة في زيارة مفاجئة غير معلنة ننظر فيها على الأشياء اللي علاقة بسلامة المرضى بشكل خاص والأشياء المهمة اللي هي منسمية الكريتكل أو الأمور الجوهرية نعم نعم طب هلأ من خلال تقييمكم ومتابعتكم للمراكز الصحية هل هناك اختلاف كبير بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية بهذا المجال؟ لا الاعتماد حقيقة هو شيء بمأسس يعني بيوضع أسس العمل فالمستشفى مين مكان الأونر تبعه أو المسؤولة لمين تابع إذا معتمد يعني 347 معيار مطبقين مطبقين أنا هذا اللي عم بسأله أنا بدي أوصل إجابة أنه قد يكون هناك مؤسسات صحية حكومية مطابقة للمؤسسات الصحية الخاصة نعم بالاعتماد نعم نحن نطلع على اللي سبقونا بهذا النهج زي أمريكا وزي إنجلترا وهذا بتلاقي مؤسسات تابعة لجامعات مرموقة زي هارفرد معتمدة وبتلاقي مستشفى صغير بمكان بعيد وهذا كمان معتمد هو ما بيحكي عن لا أداء الطبيب ولا طريقة العلاج ولا عن العناية الطبية هو بيحكي عن كيف إحنا هاي العناية بدأت نعطى بشكل متتابع بشكل بجودة عالية وبسلامة للمرضى وسلامي للعاملين هناك يعني إحنا كتير بهمنا كمان العامل بالمؤسسة الصحية ما يكون عم بيتعرض لأشعة ما بيكون عم بيكون أشعة يعني خارج عن بسبب العمل ما بيكون عم بيتعرض لأشياء كيموية أو بيئة غير سليمة طيب إذا بنا نحكي يا سيد سلمة بالنهاية إيش هي الرسالة والرؤية البعيدة اللي بيسعى المجلس أنه يوصل لها إحنا أولا نطمح أنه كل المؤسسات بالأردن تصبح معتمدة هذا بيعطينا نوع من البلاتفورم أو البيسلاين اللي نقدر ننطلق منه لندخل للرحلات التانية لأن الرحلات التانية هي بيكون فيها تطبيق كل الجايدلاينز الكلينيكية ممكن يكون في مقارنة بين المستشفيات ممكن يكون في نتائج لرضى المرضى تعلن للناس بس إذا ما عندنا الأسس الأولية وتشتغل المؤسسات عليها ما من نطلق بس إحنا حياتا يعني متأملين أنه هذا يصير صار فيه نظام بالأردن بيحكي بإلزامية الاعتماد ومؤسسات الحكومية كافة وزارة الصحة على رأسها طبعا عم تشتغل بهذا الاتجاه لتقدر تحسن من نوعية الخدمات المقدمة وتضمن سلامة المرضى والمراجعين نعم إذن سلمة الجعوني المدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية شكرا جزيلا لك شكرا لإليكو على استدفتنا